كما استهرد رئيس الوزراء حجم المشروعات التنموية التي قامت الدولة بتنفيذها في المراكز الثلاثة بمحافظة المينيا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن مستشفى ساملوت أصبت عمل بكامل طاقتها وتقدم خدمات لم تكن متاحة في السابق على أن يبدأ التشغيل التجربية الشهر القادم كجزء من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري حجم المشروعات التنموية التي نفذتها في الثلاث مراكز دول أنا أبدأ بمركز أول واسبة فينا وكانت هي مستشفى ساملوت مستشفى ساملوت يمكن من أكتر من ثلاث سنين كان فيه زيارة لها تفقد قبل ما كانت تتفتح زي العدوة دلوقتي بالضبط الحمد لله النهاردة أكيد حضركم شفتوا بتشتغل بطاقة بكامل طاقتها تستقبل كل المواطنين الأهم بقت بتقدم خدمات ما كانتش النهاردة كانت متاحة جوه محافظة المينيا خدمات متقدمة عمليات جراحية بقت بتتعامل عمليات بتصل إلى أورام سرطانية خدمات في معالجة حاجات كثيرة جدا متقدمة لأهلين كان المواطن قبل كده بيتطر أنه يسافر عشان يتلقى هذه الخدمة فده طبعا جزء مهم جدا من منظومة بناء الإنسان والتركيز على العنصر البشري اللي بيتقال دايما إحنا فين العنصر البشري وفين الصحة والتعليم النهاردة زي ما حضركم شايفين مستشفى العدوة أيضا النهاردة بتخلص وإن شاء الله الشهر الجاي حتكون دخلت التشغيل التجريبي مع كل المنظومة اللي موجودة في المينيا والمينيا النهاردة اللي هي بتتكلم على ستة ونص مليون نسمة هي واحدة من المحافظات إن شاء الله اللي حتدخل المرحلة التانية من التأمين الصحي الشامل